السلام عليكم ورحمة الله موضوع اليوم وصيتي لابنتي طبعا ابنائي وأولادي كلهم طبعا ثلاثات كبدي البنت لأنها بنت وحيدة بنتي الوحيدة وأصغر الأيل أول نقطة يا ابنتي تعلمين أنني لم أورث مالا ولا ممتلكات لا قيمة لا أدعي المثالية ولكنني لا أعرف جمع المال وهذه من عيوبي التي أعترف بها إذن أعترف أن من عيوبي أني ما أعرف أجمع المال وفعل ما جمع المال ذلك يقول يا ابنتي لا تقصدي التقليد للآخرين يعني الإنسان ما يقصد التقليد للآخرين ولا يقصد مخالفته لا تقصدي التقليد للآخرين ولا تقصدي مخالفة الآخرين فبكل إنسان أميزات ومواهب مختلفة ولكل إنسان ذوقه واهتماماته فلا تحاولي جمع كرم أبي بكر وشجاعة عمر وحلم ثمان وحكمة علي أو تواضع خديجة ورجولة عائشة أو أنفة زينب أو شجاعة أم عمارة فلكل إنسان مميزاته كما أسلت ما يقدر راح تجمع كل الدنيا هذا الحين أبو بكر نعرف ولكرم ونعرف أبو بكر عمر بالشجاعة يعني كل إنسان نعرف بميزة معين ثالث ركتة أقول يا ابنتي لا تؤجري عقلك للآخرين تأجير العقل هذا مصيبة هذا يدمر الناس لا تعجر أنت الله أعطك عقل والعقل كما وضح طبعا العقل هو آخر شيء لأتخذ القرار والذي فيه قبلها التفكير وفيه قبلها الفؤاد وكل هذه مراحل لكن العقل الذي هو آخر شيء اتخذ القرار لا تؤجري عقلك للآخرين اسمعي من الجميع فالحكمة ظالة المؤمن قد يجدها الإنسان من أضعف خلق الله الإنسان يسمع من الجميع لكن ما هو لازم أن يأجر ويأجر عقل للناس لا هو يسمع من الجميع رابع نقطة أقول أعلمي أن الرسالة الخاتمة ختمة المحرمات فلا تحريمه بعد منهج الله ولا إنقاص شيء من منهجه وكما وضحنا سابقا المحرمات إذن ما عداها مباح الله سبحانه وتعالى حدد المحرمات وما عداها مباح لكن المباح أو الحلال أو الجائز لازم يقيد كما أقول لكن المباح يخضع لتقييد قوانين الدول ويجب الالتزام بتلك القوانين فقد أمرنا الله بطاعة ولي الأمر وهو ولي الأمر اللي هو القانون القانون هو الشخص الشخص يموت يروح هو القانون ولي الأمر هو القانون وأي قانون لا يعجب البشر يغيرونه فلا ثبات إلا لله وحده ومحرماته التي حرمها على البشر طبعا القوانين يتغير اليوم ممنوع المرور مع الشارع هذا بكرة مسموح اليوم ممنوع تعدى سرعة مثلا مئة كيلومتر في الساعة بعده يقول لك مئة واربع إذن القوانين تخضع المصلحة البشرية وكل حلال ما لا تدخل بالمحرمات المحرمات تبقى تربى العالمين وقال ما عداها أنتم تصرفون خامسا أقول مجد خامسا أو مساعد النحو خامسا واعلمي أن جميع الخلق سيموتون ويتوقف الزمن لحظة موته كل إنسان راح يموت ويتوقف الزمن عند الميت ما يدري كله يوما أو بعض يوم اللي مات مئة عام واللي ناموا ثلاثمية وتسعة سنوات وحتى يوم القيامة قالوا كم لبثتم عدد السنين قالوا يوما ما لبثنا إلا ساعة بعضهم حسبنا ساعة ما يدري لأنه يتوقف الزمن عند المتوقف مثل النعيم نعيم ما يحسب الله وأعلمي أن جميع الخلق سيموتون ويتوقف الزمن لحظة موته فلا يشعر ولا يأتيه أجر توقف أعمال خلاص إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له اللي هو الولد طبعا بنته ذكر يصيكم الله في أولادكم ذكر مثل حضر إذن الأولاد الإنثى والذكر ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية واحد يسوي إلى شيء جاري للبشرية تفيد البشرية أو علم ينتفع به سوى علم أفاد الناس أو أفاد المخلوقات عموما أي علم سوى يفيد البشرية هذا مستمر أجر ولا يأتيه أجر بعد موته إلا بدعوها أو صادقة جارية أو علما قدمها للناس وقد يغفر الله كل ذنوب الإنسان ممكن الله يغفر كل الذنوب بالاستغفار ممكن تستغفر الإنسان خلاص أما السيئات التي أساع بها على الآخرين لا بد أن يسامحوك عليها يساعتك للآخرين الجميع المخلوقات أما يسامحونك هو واحد يقضي عنك لكن توقع منك حسنات إذا ما أحد سامحك سادسان يا ابنتي يجب أن نحب لقاء أرحم الراحمين لازم نحب لقاء الله سبحانه وتعالى ليش نخاف بالعكس المفروض أن ننبص لأن أرحم الراحمين أفضل من أهلنا وأفضل من أقاربنا يا ابنتي يجب أن نحب لقاء أرحم الراحمين ونحب الحياة التي اتضاها لنا فقد جعل لنا بالدنيا ثلاثة دوائر الدائرة الأولى من قال وآمن أن الله واحد لا شريك له وآمن باليوم الآخر ولم يؤذي الآخرين فقد أسلم ولا خوف عليه ولا يحسن إذن الدائرة الأولى من آمن أن الله واحد وأن فيه يوم قيامه بحساب وبهذا الدنيا مع هذا الناس هذا دخل الإسلام هذا صار مسلم فلا خوف عليه يوم القيامه ما يخاف ما يخاف ولا خوف عليهم ولا هم يحزن الدائرة الثانية فالهي الإيمان قلنا الإيمان اللي هي الشعائر إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان الحج هذا ولي الشعائر طبعا ما فيه مؤمن إلا مسلم لكن ممكن فيه مسلم ما هو مؤمن عادي لكن أقل درجة طبعا الدرجة الثالثة هل هي الإحسان اليجمع بين الدائرتين اليجمع بين الإسلام والإيمان دخل الإحسان تلقائيا سابعا أقول أعلمي أن الحرية هي أهم قيمة للمخلوق ومن يكون عبدا لله فقط فهو بقمة الحرية أن تكون عبدا لله فقط لا تعبدا للمال ولا لمخلوق ولا أي حاجة ولا لمدير ولا لوزير ولا لأمير ولا لملك ولا لحاكم تكون عبدا لله فقط أعلمي أن الحرية هي أهم قيمة للمخلوق ومن يكون عبدا لله فقط فهو بقمة الحرية ولم يشرع الله القتال إلا إذا تعرضت الحرية للقمع فأي دولة أو نظام أو تجمع يجبر الناس على عبادة الله أو عبادة غير الله فهذه الدولة أو التجمع يجوز مقاتلته بكل الوسائل ورسول الرحمة لم يقاتل إلا عندما منعوه من حرية الكلمة هذو قال خلوا بيني وبين الناس أو خلوا بيني وبين القضاء ليه يمنعونه كان عما يمنع الناس اللي يقابلونه وكان الناس إذن هذا الشرع فيه القتال أما إذا كان بالعكس يعني إذا شفت أحد يجبر أحد إنه ما يعبد الله هذا الآن يجوز مقاتلته أو واحد يجبر الناس إنهم يروحون للمساجل ولي يجوز قتاله إذن الحرية هام شي للإنسان لأنه ما يأخذ عجر ولا عليه ذنب المغصوب لعبادة الله ما يأخذ عجر والممنوع من عبادة الله ما يأخذ ذنب لكن لازم الناس تعيش بحرية عشان يختاروه ويشرع القتال نقطة ثانية بعد وأيضا يشرع القتال عندما تتعرض أرواح وممتلكات الناس الخطر يعني غزو أو احتلال أو هذه جزء مقاتلة الاحتلال أو جزء طيب إذا الإنسان يريد أن يحب الله أو يريد أن يحبه الله ماذا يفعل قال تعالى ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي يخذون عن داد يعني محبة يحبونهم كحب الله يعني حل الله يند الند ما معنى يعني المثيل القوة هو سيطرة ما فيه إذا أنك اعتبرت أن مخلوق ند لله هذا ما يقبل الله سبحانه وتعالى أبدا قال تعالى وأحسنوا أن الله يحب المحسنين إذا يحب المحسنين والمحسنين نقلنا الدائرة الثالثة إذا جمعت الإيمان والإسلام صرت محسن أما إذا قال لا يحب المعتدين يعني ما يحب أنك تعتدي على أحد سواء ممتلكاتها أو دمها أو أضاء وأي شيء قال تعالى أيضا ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إذن الله ما يحب الفساد الإداري والمالي وكل أنواع الفساد إذن نقاط يعرف أن الواحد ما يتخذ عن داد ولا يعتدي ويحب المحسنين والدائرة الثالثة والمفسدين الإداري والفساد عموما في آية بعد يقول تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إذن الله يحب التوابين التواب دائما يتو ويحب المتطهرين بفرق بين المطهرين والمتطهرين المطهرين هذا من رب العالمين المتطهرين هم يتطهرين ولا تنسون هنا آية يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين التواب بعضهم يسهلوا لهم شروط للتوبة لازم تقلع عن المعظ يدمن لا تعودوا لها وما دريعيه سألتك شروط الله ما قال الله شروط الله قال تحب التوابين تب بس تب في الاستغفالك وأتوب إليك تجد الله تواب الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن اتبع الرسول وديك إلى محبة الله الله يحبكم على طو طيب وأفضل ميزة في الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق طيب قالت على زينا زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين هذه آية خبر ما فيها تشريع هذا خبر هذا زينا للناس حب الشهوات من النساء والنساء والنساء كما قالوا أكثر ناس أو بعض الناس قالوا هو النسيء وليست النساء طيب آية خبرية ما قال لنا لا تفعلوا ولا تحبون ولا أحبوا قال تعالى فأن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين والكافر قلنا هو الذي يغطي الحق ويقاوم الحق بأفعال يعني بأفعال وأقوال ولني والله لا يحب الظالمين والظالمين قلنا الظلم هو الذي يقلب الحقائق ويصر على ذلك هو عارف الشهاد هذا هو الظالم سواء على نفسه ولا ظالم بغيره قال تعالى أيضا بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقهين والتقى قلناها قبل كذا هذه عدم الاعتداء سواء على حرومات الله أو على حقوق الآخرين أخيرا أقول الكل منا كيان المستقل لكن لا حياة له إلا بمجتمع والمجتمع أيضا دوائر تبدأ من الوالدين والأولاد إلى أي مخلوق وكل مستوى من العلاقات مهم خلق الإنسان من العلاق علق جمع العلاقات العلاقات جمع علقة والعلق جمع الجمع خلق الإنسان من العلاق ما تقدر تعيش بدون علاقات البشرية فلا نتكبر ولا نهين أنفسنا نحاول لا نتكبر ولا نهين أنفسنا فلا يتكبر إلا جاهل ولا يهين نفسه إلا منافق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر